الحقيقة الوضع العام في الإقليم بيزداد اشتعال الوضع العام مشتعل وبيزداد اشتعال ربما خلال الفترة الماضية كنا بنتابع بشكل في نوع من الهدوء بعض القضايا المشتعلة في الإقليم والعلاج بيكون بنفس هادئ إلى حد ما أما وإن الوضع قد وصل إلى السودان الشقيق نحن نحذر منذ فترة طويلة من أن الوضع في السودان غير مستقر وبأن هناك في الأفق بتبدو سحابة داكنة قاتمة بتؤثر على الاستقرار المفقود في السودان الشقيق كنا قبلها بنتحدث عن الأوضاع في ليبيا وبنحذر نفس التحذيرات بنفس المفردات ولنا في ذلك خصوصية فمصر التي تمتد حدودها الغربية مع ليبيا بتتأثر تأثر مباشر بكل ما يدور على الأراضي الليبية وبتتأثر تأثر مباشر بكل ما يدور على الأراضي السودانية تتأثر أيضا بكل ما يدور على الحدود الشرقية حيث الفلسطينيين والإسرائيليين تتأثر مصر أيضا بكل ما يدور في الحدود الشمالية حيث منطقة شرق المتوسط المشتعلة من الأساس وكلما حاولت مصر أن تمضي في طريق تصفير الأزمات وإطفاء الحرائق عندما تنجح في إطفاء حريق هنا بنجد أن حريقا قد شبه في منطقة أخرى وكأن هناك من يرسم صورة قاتمة وكأن هناك من يحاول أن يعبث في مفاصل هذا الإقليم وكأن هناك من يحاول أن يجعل المنطقة بتعيش حالة أزمة مستمرة دون توقف هناك أيضا من يحاول أن يجعل مصر تسير دائما على أطراف أصابعها كلما استفاقت من أزمة كلما خلقت لها أزمة جديدة كلما مرت من عقبة أو مرت من مطب بيصنع لها عقبات جديدة ومطبار أكثر وعورة على مدار الفترات الماضية كنا نتابع محاولات دقوبة من مصر أن تعيد العواصم العربية إلى مكانتها مرة أخرى بعد كارثة الربيع العربي وما جرى من ضياع هيبة الدولة الوطنية وضياع هيبة الجيوش الوطنية وظهور ما يسمى بالميليشيات ميليشيات مسلحة أو شبهة عسكرية لها صوت في النقاشات في المفاوضات في الحوارات كانت مصر دائما لديها مقولات استراتيجية واضحة نحن لا نتعامل ولا نعترف إلا بالدولة الوطنية والجيوش الوطنية والحكومات الشرعية كل التفسيرات والتأويلات التي تبتعد عن جهورفية هذه الفكرة مصر بتقف ضدها شكلا ومضمونا وقفنا من قبل ضد هذه الميليشيات المسلحة التي كانت ممولة من دول في الإقليم في سوريا وقفنا ضد الجيش السوري الحر أو ما يسمى بالجيش السوري الحر وقفنا وقفة صامدة لم نبرح مكاننا لأننا نؤمن أن الدولة الوطنية والجيوش الوطنية لا يمكن أن نقارنها بالميليشيات من هنا أو من هناك ترجمة نانسي قنقر